أهلا بحضراتكم مرة تانية الحقيقة في الفقرة دي عندنا ملفات متعددة نتكلم فيها ونفتحها مع كل حضراتكم ولكن أعتقد كده أن الملف الأهم والأولى بأن نحن نركز عليه على الأقل في الوقت الحالي هو ملف المنتخب المصري واللي حيقص شريط مشاركته في هذه النسخة من أمم أفريقيا النهاردة إن شاء الله الساعة 5 مساء بتوقيت الكاميرون 6 مساء بتوقيت القاهرة مباراة لعلها إن شاء الله تكون بداية خير لمنتخبنا لقاء حيجمعها بمنتخب نيجيريا هنتكلم عن الموضوع ده وهنتكلم عن غيره من الموضوعات مع ضفنا اللي بنورنا واللي بنسعب دايما بوجوده معنا على شاشة قناة الأهلي كابتر رمضان السيد واحد من نجوم النادي الأهلي السابقين سعداء جدا بوجود حضرتك معنا وصباح الفل عليك صباح الفل يا كريم وأنا السعيد جدا بوجوده معك طبعا ربنا يخديك الله يخديك بطبيعة الحال أكيد هنتكلم بشكل مستفيد أكتر شوية على المنتخب وعايزين نعرف رؤية حضرتك للمجموعة اللي فيها منتخبنا في أمم إفريقيا احنا بنتكلم في السودان وبنتكلم في نيجيريا وبنتكلم في غينيا بيساو ومباراة الافتتاح بالنسبة لنا هتكون النهاردة ان شاء الله أمام نسور نيجيريا كيف ترى هذا اللقاء وتوقعات حضرتك لتشكيل اللي حيلعب به كارلوس كيروش وبين قوسين جدا وهل تعتقد أن احنا هتشوف كل لعب في المكان أو المركز المعتاد ولا مش بالضرورة تبقى للي حضرناه الفترة الأخيرة دي المشكلة الكبيرة الحقيقة اللي قابلناها الحقيقة في الطلط العرب الحقيقة والفترة اللي فات كلها من أول ما مسك مصر كيروش في عنده مشكلة كبيرة جدا 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 في توظيف اللعب واحنا عندنا على فكرة أنا في رأيي ان احنا عندنا نتيم قوي جدا 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 قوي جدا ما هو ده زي ما يفرح بس يزعل لما انت عندك قماشة عريضة مش عارفين نشوف بمجاب حشوق الحلم يعني احنا كان بمنتهى السهولة يا كريم ان احنا نحصد بطولة العرب يعني سهل جدا عندنا زي ما قلتلك وان ما حصدناهاش ما نطلعش رابع ما نطلعش رابع وكنا الأقرب كمان اللي احنا نحصد كمان يعني لكن هي في مشكلة عند كيروش الحقيقة حتى توظيف اللعيبة يعني هي العملية مش كيمياء اصلاح الكرة حاجة سهلة مش حاجة صعبة هو محسسنا من الكرة يعني لا انت النهاردة في بطولة العرب لما بتسكن تتربع اللعيبة مش في مراكزهم طبع انت هتخب منهم ازاي انت سكنت ايمن ووظفت ايمن اشرف رقم تمانية في قصة الملعب صعب رغم ان هو ايمن من اللعيبة اللي ممكن تلعبه في كذا في كذا مركز لما بتسكن او بتوظف محمد شريف وهو المهاجم السوبر اللي موجود في مصر حاليا دلوقتي انت بتتكلم مثلا في الموسم اللي فات 22 هدف بالمناسبة وتوقع ان تشوفه النهاردة ولا هتشوف مرموش لا هو بنسبة كبيرة هيبدأ بمرموش يعني بنسبة هيبدأ محمد بس يعني لما نيجي نكلم نوصل في الكلام فحيطة توظيف الحقيقة توظيف محمد شريف في حيطة الجناح وهو من المميزين في حيطة المهاجم من افضل المهاجمين اللي موجودين في مصر فطبعا دي مشكلة كبيرة جدا نفس الحكاية بتيجي مثلا توظف مثلا في ناحية اليمين ناحية الشمال تحط مثلا عاوز تحط تحط زيزو ناحية الشمال وزيزو أساسا تمييزه في الحتة اليمين في الجناح اليمين لا هي دي احنا اعتقد بالنجوم اللي عندنا لو احنا فعلا عملنا توظيف صح من كروش الحقيقة لا احنا ممكن النهاردة في ابتداءة ممبراطي النهاردة مع نيجيريا ان شاء الله بس دي الله اعتقد ان احنا نقدر نحن نعمل نتيجة طيبة جدا ونعمل نتيجة كويسة جدا احنا دلوقتي مشوفناش التوظيف الصح اللي عادتك بتكلم عليه يعني هو كان عنده عدد كافي من المباريات ووقت كافي جدا انه على الآله يعيد ترتيب أوراقه على الآله ياخد باله من اللعيب الفلاني اللي مركزه مثلا تمانية لما حطناه في عشرة ما زبطتش معاه نهيك عن ان حد من الجهاز المعاون يكون قال له كلمة هو عنده مشكلة كبيرة جدا جدا اعتقد انه هو الجهاز اللي معايا اسم الجهاز المعاون يعني اللي بيعونك اللي بيساعدك فهو المتجاهل دي خالص هو يعني لأسف هو جاي الحقيقة بفكر غريب جدا جدا يعني انا انت جاي لمنتخب مصر منتخب مصر مش جاي تمسك مثلا منتخب قليل لا احنا من اكتر الفرق الافريقية اللي حاصلين على البطولة واحنا عاملين مثلا بطولة افريقيا 2006 و2008 و2010 ورا بعض فبالتالي لغاية دلوقتي هو ما وظفش اللعيبة في مركزها لغاية دلوقتي ونقطة تتحسب عليه بشكل كبير جدا النهاردة جورديولا كريم اللي هو افضل مدير فني في العالم بيروح للمساعد بتاعه اللي قاعد جنبه ويقول له مثلا انا هعمل تغييره كذا او مثلا انا هعمل تغييره في شكل التاكتك اللي انا بدينا عب به ايه رأيك وبياخد رأيه وممكن رأي المساعد بتاعه يمشي به هو للأسف الشديد ما بيشتغلش بالشكل ده عشان كده هو معرض نفسه طبعا لهجوم كبير جدا ومعرض نفسه لانتقادات كبيرة جدا وللأسف شديد الناس مش بتنتقد للانتقاد انت بس في حاجات واضحة هو لو مش عليها هو للأمانة في فئة من الناس كده كده اللي هو خالف تعرف وينتقدوا لمجرد الانتقاد لكن المرات دي تقريبا الكل توحد يعني تقريبا هو نجح في انه يعني يثير دهشة الكثير جدا من المتابعين سواء المحللين المتخصصين او حتى الناس اللي مجرد بيحبوا يتفرجوا على مطشط كرة قدم حلوة فساعة لما قال قبل وهو كان لسه بصدد المشاركة في كاس العرب لو تفتكر ساعة لما قال لك انحنا راحين تجربة وساعة لما قال برضو جملة تانية ماشية في سكة انحنا يهمنا بس يبقى تمثيل مشرف الجملة اللي بتستفزين يعني يعني انا زيما قلت لك دلوقتي يا كريم من دقيقة بالزبط قلت لك انحنا الراجل ده ماسك منتخب مصر مش ماسك منتخب قليل انت ما تجيش تقولي ان انا راح بتقولت العرب مش مش عارب لعيبة هروح افريقيا دعال كده على امم افريقيا ما رأتكلم يعني انت النهاردة امم افريقيا اللي هي مفهود انحنا يعني نروح هناك يبقى مصنفين الاوائل يعني اي طب هقولك حاجة ده كل المنتخبات اللي موجودة في البطولة بتخاف انها تقابلك عارفة قيمة منتخب مصر انت لما تروح هناك وتقول انا كل تركيزي في المباراتين تصفى كاس عالم عشان نوصل كاس عالم لا ما انت مش رايح بطولة طرفهية ولا دورة رمضانية زي ما بتقول يا كريم لا انت رايح بطولة ويمكن التغيير بتاعة الحقيقة اتحاد الكرة اتحاد الكرة الجديد يمكن صد جمال علام قاعد معاه الحقيقة والمجلس قاعد معاه يكونش ده اللي وراء تغيير نوعية تصريحاته يعني مؤخرا قال لك لا احنا عندنا فريق قوي انا بقى يتكلم بثقة وعيننا على اللقب وعايزين نرجع بالكاس بالظبط للأسف الشديدة كريم ان الاتفاق اللي كان معاه من احمد مجاهد الحقيقة واللجنة هو اتفق معه على كده انا اهم حاجة عندي المنبرتين من كاس العالم لكن لا بطولة العرب انا نفس فيها ولا بطولة افريقيا هم الناس قالولوا كده قالولوا انت رايع عشان نجيب بطولة افريقيا هو حتى تصريحات اختلفت اختلفت بشكل كبير جدا عشان كده انا بقولك انا بقولك احنا بنامتلك نجوم على مستوى عالي جدا جدا وكفايا ان احنا بنامتلك افضل العيب في العالم حاليا دلوات محمد صلاح هو الافضل في العالم ويمكن طبعا هو من ضمن الثلاثة اللي هيختار منهم واحد اعتقدوا نزيز نزيز بالصلاح تروح لتسعة وتسع وتسعين في المية بالمناسبة يعني الشيء بشيء يوسكر رأي حضرتك للمشاركة لعبتنا الدوليين ولأي درجة ممكن يكونوا مفيدين للمتخب بالزخم اللي عندهم وبالامكانيات بقى اللي وصلوا لها كل اسم منهم على حدة نتيجة طبعا احتكاكوا في الدوريات الأوروبية المختلفة مع اهم واشهر اللعيبة في العالم طبعا يعني يمكن احنا عندنا طبعا محمد صلاح عندنا في الحقيقة انني يعني انا مرموش ويمكن ترزجيه طبعا يعني بنقول الحمد لله ان هو رجع بالسلامة يمكن بس يوم ممكن ترزجيه ما يبقاش في الحالة البدنية طبعا اللي هي مفروض يبقى عليه لكن ترزجيه لعيب كبير جدا جدا عندنا نجوم كبار نجوم كبار الحقيقة لو انت وظفتهم صح هتعمل نتاج إيجابية بشكل هقول لك حاجة هتعمل نتاج إيجابية و هتعمل إمتاع كمان هتوصل لإمتاع للجمهور ده ده اللي لازم يفكر فيه الراجل دوت يعني لازم يفكر فيه بشكل كبير جدا طبعا يعني نتكلم شوية بعد إزدك وضعنا على الجانب الآخر نصور نيجيريا توقعك إيه اللي هيحصل النهاردة ورؤيتك للفريق طبعا نيجيريا زيها زي الكاميرون زي السنغال زي جزاير زي جزاير والمغرب يعني أصولك من قديم الأزل وبالذات في زمن ما كنت حداك بتلعب كورا بالزبط ينغى ربيض على ثقل الأسماء دي هل محتفظة نيجيريا بنفس الثقل بتاعها التاريخي ولا الدنيا اختلف في الحب لا ما اختلفتش تيم نيجيريا تيم قوي جدا 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 لا تيم قوي تيم قوي جدا وبيلعبوا الكورة السريعة جدا جدا الحقيقة بيعملوا حتة الاستحواذ قوة التحامل وسبريم تاج طبعا عندهم حين عنصر السرعة وعنصر الكوة والحاجات الكميات الجارية اللي موجودة في المبارياتهم كلها بتشوف أولا هم بيحضروا في التلت الوسطاني بسرعة جدا وبعدين بيبتدوا حطوا البيانيات الحقيقة انت بتشوف مباريات الحقيقة نيجيريا الأخيرة عندهم كمية انفرارات كتيرة جدا يعني دي كمان كمان عدم قدرة على التحول من الدفاع الى المجلوب بسرعة البركة طبعا طبعا الحقيقة ويمكن هما كان معهم المدارب الألماني الحقيقة كان عامل معهم نتائج واداء هاي الحقيقة يمكن هما يمكن اتحاد النيجير الحقيقة اختلفوا معاه وقالوا له حاجة غريبة جدا قالوا له احنا عشان تجدد معنا او نجدد معاك المفروض ان احنا اللي هنحط القيمة ويحدا مش عارف ان نعمل ايه الرجل طبعا يعني كفكر مدير فني ألماني قال لهم لا انا ما اوفقش على كده مبارات النهاردة صعبة جدا مش مبارات سهلة مبارات صعبة جدا الحقيقة لكن احنا لو لقدناها زي ما قلت لك يا كريم ان احنا فعلا وظفنا لعبيتنا ونجومنا اللي موجودين معنا صح اعتقد ان احنا قادرين ان احنا نعمل نتيجة اجابية عايز اخد حضرك في حتة تالية لثواني ونرجع نكمل كلامنا على المنتخب بحكم ان حضرك كنت واحد من اهم واشهر وابرس لعيد النادي الاهلي في وقت من الوقات والفترة مش وليلة الحية طبعا اكيد حضرك لما بتتفرج على اي ماتش سواء للاهلي او للمنتخب رؤيتك مختلفة عننا عينك راجحة التمارين تفصيلة مش بالضرورة احنا كم مجرد محبين لكرة القدم نروح لها بتستمتع في الفترة الاخيرة بمتابعتك للشقين دول للنادي الاهلي ومبارياته والمنتخب مصر في مبارياته ولا لما بتشوف بتحن الايام زمان اكتر لا بص انا اقول لك حاجة كريم بمنتابة الامانة بمنتابة الصدق الحقيقة انت كاستمتاع في الفترة الاخيرة باداء منتخب مصر لا انت ممكن تكون حتى في الفترة اللي قبل كروشي الحقيقة كنت بتعمل نتائج مع حسان ببادري بتعمل نتائج اه من كم بس برضو ما كانتش بروشي بس الاداء طبعا كان بعيد خالص مع كروشي الحقيقة يعني بالعكس ده العملية كمان تزادت كمان انت النهاردة برضو بتعمل نتائج ايجابية لكن الاداء مش ممتع طب احنا احنا منتخبنا يستحق كده لا طبعا كماهرنا تستحق لا طبعا يعني انا اقول لك حاجة كريم نحن بنجرب في منتج المصر طبعا وبنسقط في نص بطولات طالما كاللينا فيها قول طبعا طبعا يعني احنا يمكن اقول لك حاجة كريم احنا 2006 و2008 و2010 انت ما كنتش بتروح تشوف مبارات منتخب مصر وتقول ايه احنا النهاردة هنكسب ولا نتغلب او مش لا ده انت بتقول هنكسب كام طبعا لان كان عندك الحقيقة اخر اه طبعا مش عايز اقول ايه اه طبعا اه طبعا المتعة كنا بنستمتع بأداء منتخب مصر طبعا ونفطة بتكون ايا كان باللعب من انت واسك نادي الاهلي طبعا فترات كبيرة جدا وكتيرة جدا هو صانع المتعة لجماهير الكرة المصرية الحقيقة نادي الاهلي الفترة الاخيرة طبعا ما شاء الله البطرات كلها انت بتلعب عليها الحقيقة اللي حتى على المنتخب لا ينطبق بأي حال من الأحوال على النادي الاهلي طبعا وده شيء مؤسف على فكرة حتى كاهلوية طبعا طبعا انه منتكلم بنفس القدر من الثقة على منتخبنا زي ما منتكلم عن نادي الاهلي بس ده مش حاصل بالزبط بالزبط مباريات كتيرة جدا جدا بنوصل للمتعة وفي مبارات بنوصل للنتاج الإجابية لا يوجد أبلغ من انتك بتوصل أكتر من مرة لكاس العالم للأندية بالزبط 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 بالمناسبة توقعات حضرتك ايه للنادي الاهلي في النوسخة دي من كاس العالم للأندية يعني للأسف الشديد عدم التنصيق اللي توجد ما بين الاتحاد الدولي وبطولة الأمم الأفريقية في الموعيد دي أول مرة تحصل في تاريخ الكرة يعني من أول مأنشئة كرة القدم في العالم كله هتأثر علينا بطولة طبعا هتأثر علينا دي النهاردة انت بتتكلم في إيه بتتكلم في عشرة لعيبة وعشرة لعيبة اللي هما من جوة الحدواشر طبع تتكلم مثلا في ناس بودة لا لا ده عشرة اللي هما بلعبوا طبعا النهاردة يمكن عندنا خبر الحقيقة اللي أنا سمعته الخبر صابت بادر بنون الحقيقة يعني برضو دي مقلقة طبعا وزائد ان انت بقى علي معلول وزائد أليو ديانج لو كملوا في فرقهم وانت كملت مع منتخب مصر ان شاء الله وده اللي بتتمنى طبعا كل الناس بتتمنى ان هما يكملوا بشكل قوي جدا يبقى بتخسر عشرة لعيبة من التيمي الأساسي بتاعك فدي مشكلة يمكن طبعا أنا شايف شفت على تسرحات الحقيقة خالد مرتاجي هو الراجل بقول يعني قال لهم يعني ازاي يعني ازاي جات الفكرة دي كان لازم بقى فيه تنصيق لأن الاهلي متضرر جدا طبعا 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 متضررين بشكل كبير جدا إلا بقلق يعني انت بتتكلم في حاجة مثلا احنا ما فيش أي حد يتمناها ان منتخب مصر ما يكملش لا احنا بنتمنى ان منتخب مصر يكمل لكن الموقف ده صعب الأمور شوية على تيمي نادي الاهلي الحقيقة موقف عدم التنصيق شوية ده كتير اه كتير كتير انت بتخسر بطيمك الأساسي طيب خلينا نرجع بقى مرة تانية للمنتخب وتصريحات محمد صلاح مبارح في المؤتمر الصحبي هذك يعني هكيد اكيد تابعتها طبعا طبعا شفت ايه في تصريحاته بص انا اقول لك حاجة تصريحات محمد صلاح هو طبعا وصل الشغل على نفسه لغات ما وصل لأفضل العيف في العالم طبعا لكن هو الغايد دلوقتي لسه ما 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 حققاش إنجازات مع المنتخب مصر يعني ما حصلتش على بطولة مثلا أمم أفريكية أفريكية مثلا ما فيش اه ما حققناش حاجة خالص هو نفسه متأثر جدا على بجرى ترقى معاه كتير طبعا وانا هقول لك حاجة من ضمن الحاجات اللي بتحسب عليه في الاختيارات كأفضل العيف في العالم طبعا ان انت النهاردة ما بتحققاش إنجاز مع المنتخب بتاع بلدك يعني دايما بديحسي مثلا ايه النتاج اللي حصولك مثلا على بطولة أفريكيا مع منتخبك الحاجات اللي كلها بياخد صلاح عليها نقاط فدي هتساعده إنه هو يحصد طبعا أفضل العيف في العالم بمنتهى السهولة الحقيقة عشان كده هو بيتكلم كده بيقولك أنه نفسي أحصد على بطولة أمم أفريكية اللي احنا أفريكيا اللي احنا موجودين فيها عشان دي هتساعد محمد صلاح في الاختيار الحقيقة ليه 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 أولين محمد صلاح في المنتخب مش بيعملوا معاه زي ما لعيبة ليفر بول بيعملوا معاه فبالتالي هو بيخلص بص هقولك حاجة لازم نعترف العطل جاي في هقولك حاجة كريم لازم نعترف إن فيه فرق كبير جدا جدا الحقيقة بين الكرة اللي بلعبها ليفر بول ومحمد صلاح موجود في وسط التين دوت وبين محمد صلاح في تواجده الحقيقة مع منتخب مصر احنا عندنا فيه بط بط كبير جدا الحقيقة النهاردة عشان تربط مع محمد صلاح بتاخد وقت لا يكون اتبسك من التين تلاتة بالزبط خلاص المساحة اللي هو بيختارك فيها واللي انت بتشوف وبيضربها في موراة ليفر بول بتكون انت خلاص تقفلت دي اللي نقصانا احنا يمكن احنا كان جالنا فترات الحقيقة وبتريكا كان موجود بيلعب كان فيه ربط ما بين ابتريكا وبين محمد صلاح في ثواني كان بيعمل الكرة في البيانية للصلاح وعارف امكانات صلاح في سرعته وهيوصل ازاي عشان كده كان صلاح طبعا لشكل كبير جدا يعني بمنتهى السهولة الطبيعي ان المنتهى السهولة انك انت كمدير فني لمنتخب مصر او مديرين فنيين جمب لمنتخب مصر اعتقد انك تربط ما بين القيمة الكبيرة جدا وافضل عيف العالم اللي عندك محمد صلاح مع وص الملعب سهل جدا 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 طيب قرار الكاف رأيها داك بان اي فريق متوفر في 11 لعيبة 11 لعيبة بسحتهم ناجتب يلعب لا انا انا تعقيب الحقيقة كريم بس تعقيب يعني هيبقى صعب جدا الحقيقة بس اقول لنا ناخد فكرة اه يعني انا انا بقول ان الحقيقة الكاميرو الحقيقة حارب ان هما يقصموا الايت والحقيقة الرئيس التحدي الكاميرو حارب ان يوجد المباراة البطولة في الكاميرو وتتلعب وفي حاجات كتيرة نقصة تنظيم عندك في مشكلة عندك الامن في مشكلة عندك انك تعمل تحليلات هناك في مشكلة للجائحة انت النهاردة في مثلا ثلاث صحفيين جزائريين وهم على بعد مثلا خمسين متر من الفندق تثبته دي يعني مشكلة كبيرة جدا جدا طب انا النهاردة هل كان بحق مجد شخصي انا كل الحاجات دي مش متوفرة احنا لما جينا بالنظم كاس عالم كنا عاملين كاس افريقيا امم افريقيا لكل البطولات اللي احنا نظمناها كان زي تنظيم العالمي بالزبط كاس عالم بالزبط انت النهاردة انت قلت وحاربت ان بطولة الامم الافريقية تقام عندك في الكاميرون عشان انت رئيس التحاد الكاميروني طب انت حضرت ايه للأسف الشديد التنظيم والامن وحاجات كتيرة جدا جدا فيها مشاكل كبيرة جدا انت النهاردة اللعيبة اللي موجودة في الفندو النجوم الكبيرة اللي موجودة في الفندو دي الناس عاوزة تخش وبتخش بسهولة عليها يعني دي من ضمن الحاجات السلبيات اللي موجودة في البطولة دي للأسف ما تعملش حسابها طبعا النهاردة انت برضك انت تغاضيت عن الحالة الصحية للعيبة دي وللجمهورك طبعا لما تيجي تلاقي تمانية لعيبة في منتخبات عندهم كورونا ومش هلعبهم مطشاط او في منتخبات عندهم عشرة لعيبة دي كارثة كارثة يعني انا عاوز افهم طبعا ما كانش وارد ان البطولة تؤجل حتى رئيس الاتحاد الكاميروني هو طبعا نجم كبير اوي ويمكن دي فرقة مقايا حتى انه يضغط في افريقيا انه فعلا البطولة تقام لكن الموجود حاليا دلوقتي هيتحسب على طبيعي انه هو يبقى اقامة البطولة وهو سبب رقم واحد انه كان مفروض سامر اتصيد بشكل كبير جدا عريس لكن اللي موجود حاليا دلوقتي بالعكس هيتحسب عليه تنهار دا كمية الحالات اللي احنا بنشوف ها حالات الكورونا اللي موجودة الامن اللي يعني مش موجود بشكل انه نحنا تحمي النجوم دي اللي موجودة في افريقيا ونجوم العالميين اللي موجودين اللي جايين التنظيم نفسه كل حاجات كتيرة جدا هتتحسب للأسف على الصم اليت اللي هو كان مفروض بيحارب عشان الديك تترفعه بشكل كبير جدا هنقول ايه غير ان ربنا يسترها علي والبطولة تعدي على خير نهاردة عندك رئيس التحاد المصري جال كورونا اه طبعا اه بنتمناله طبعا الشفاء لكن هي الامور صعبة جدا لكن انا المباراة طبعا لنا مع نيجيريا اعتقد يعني ان شاء الله ممكن تكون المباراة الاقوى لنا في مجموعتنا ولا ممكن الوضع يختلف في حالة السودان في حالة غير المباراة النهاردة اللي هيحسم فوز هيتصدر المجموعة يعني ان شاء الله احنا نتمنى ان احنا نحسم فوز النهاردة ان شاء الله بإذن الله وإحنا زي ما قلت لك عودة من جديد لفقرات الحوارية التانية والاخيرة في حلقة النهاردة من عشر الصبح في الاهلي وضيفنا العزيز اللي منورنا كابتن رمضان السيد نجم النادي الاهلي السابق واللي كنا بنتكلم معه في جزء الاول من اللقاء عن كتير من الأمور المتعلقة بأكيد المنتخب وكنا وقفنا كمان عند تفصيل انه حضرتك سألتك سؤال كده سابق على رؤيتك المتش اللي حيكون أقوى لمصر في مجموعتها فكان ردك وافي جدا الحقيقة ومنطقي فكرة ان اللي حيفوز النهاردة غالبا هو اللي حيتصدر المجموعة طيب بقيت المجموعات في رأيك مين اللي حيتصدر فيها يعني طبعا انت عندك في منتخبات الحقيقة عندك سنغال منتخب قوي جدا ومرشحين طبعا طبعا ورغم من ايه ده هما مبارح كمان بيلعبوا ونقصين حوالي أربع خمسة لعيبة عندهم في كورونا وعندهم طبعا بينتلكوا كمان مندي اللي هو الحرس مرمى تشيلس الحقيقة اللي هو بيعتبر من أفضل حراس المرمى في العالم حاليا دوقتي يعني طبعا احنا حرسنا طبعا محمد الشناو الحقيقة عامل طبعا حالة كبيرة جدا لكن السنغال تيم قوي جدا الجزائر تيم قوي جدا المغرب رغم ان بردك بينقصهم بارح حوالي أربع خمس لعيبة لكن قالك ان لا عندي لعيبة تانية يعني اللعيبة البديلة لا لعيبة جهزين ولعيبة كويسين يعني عندك جزائر عندك مغرب عندك الحقيقة السنغال طبعا عندك نيجيريا النهاردة تيم قوي جدا وتيم هتلاقي مباراة قوية وفيها ندية كبيرة جدا فتحك هيبقى جيم مفتوح ولا هيبقى كل فريق مقفل وبيدفع لا يعني هو الجيم النهاردة اعتقد لنا نيجيريا هيجازفه انهما يفتحوا الملعب عشان هو الاتنين هيحسبوها كده ولا منطقة مصر هيجازف انه يفتح الملعب هو يحسب هيقولك انهما يتفرج مبدايا على شوط اول ده متقيل اه يعني هيبقى مقفول يعني الشوط الاولاني لغاية احنا ربنا سهل وربنا يكرمنا ان احنا نهدف في الاول حقيقة الامور هتبقى افضل لنا لكن هما الاتنين ممكن يكونوا تفكيرهم مديرين الفانين وبيفكروا ان هما محدش يتغلب لان برضا نقطة فيه نقطة مهمة جدا ان الاتغلب زي ما قلتلك هتبقى في صوت في تصدر المجموعة صعبة صعبة جدا لغاية لما نشوف هيحصل ايه النهاردة وربنا يكرمنا ويصدرها بعانا يا رب ان شاء الله يعني لغاية لما ده يحصل هل في رؤية حضرتك شايف ان احنا ممكن نفوس بالبطولة دي وهل حضرتك شايف ان احنا ممكن نوصل فعلا لنهائيات كالس العالم على الصعيد الاخر يعني انا بقول لك يعني مرتبطة بفكر كروش مرتبطة يعني الفكر المدير الفني لان انا بقول لك احنا بنمتلك لعيبة على مستوى عالي جدا 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 نقدر ان احنا نعمل بيهم الحقيقة بطولة افريقيا ونوصل فيها مربع زهبي بمنتهى سهولة ونحصد بطولة لكن مرتبطة بفكر كروش ونفس الحكاية وصلنا لكاس العالم او ان احنا نكسب الموراتين بتوع وصلنا لكاس العالم برضك نفس الحكاية مرتبطة بفكر كروش لو كانت جات لحضرتك اي فرصة هنتخيل كده بشكل مجازي يعني لان كانت جات لك فرصة ان انت تكتبع بكل اللعيبة قبل ماتش النهاردة قبل نقاءهم معنا كنت هتقول لهم ايه يعني هقول لهم احنا كل التصراحات اللي انتو سمعتوها الحقيقة من من مستر كروش لا دي مش موجودة لان منتخب احنا منتخبنا منتخب كبير واكبر من اكبر المنتخبات اللي موجودة في افريقيا واحنا اكتر فير احاصدين البطولة افريقيا اللي احنا بنلعب فيها واحنا بنمتلك الحقيقة عناصر اللي أنا هتكلم معهم الحقيقة نجوم كبار جدا إذا كان بتكلم في يعني يمكن محمد طبعا الشناوي، تبتكلم في أقرم توفيق، بتكلم في الحقيقة حجازي، بتكلم في الوينش، بتكلم في فاتوح، بتكلم في وص ملعب أنت ممكن تعمل وص ملعب قوي جدا 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 الحقيقة إذا كان بطريقة اللعبة اللي هو بيلعب بيها الأربعة، ثلاث، ثلاثة ممكن تشتغل بحمد فتحي اللي هو أنا بعتبره أفضل رقم ستة موجود في أفريقيا لأن كل المباريات الحقيقة الحمد فتحي يشارك فيها مع النادي الأهلي يمكن أنا أقولك حاجة يا كريم الحقيقة يمكن الموسم اللي فات كان عندنا مشاكل في خط الدفاع في مساحات كان بتتوجد في خط الدفاعنا ويمكن كان الوصول لمرمى النادي الأهلي كان فيه مقبارات كتيرة كان سهل الموسم ده توظيف الحقيقة حمد فتحي في التلاتة اللي تحت جنب بدر بنون جنب أيبان أشرف أفل المساحات دي كلها ولو بلعب بتلاتة أربعة تلاتة مصر موسمان الحقيقة فعش كده أنا بقولك إحنا بنامتلك حمد فتحي كأفضل ستة موجود في أفريقيا كمان في نفس الوقت إحنا عندنا لو بتلعب بتلاتة عندك الحقيقة زيزو عمل حقيقة موسم هايل وموسم اللي فات كان هايل ممكن يبقى هو ناحية اليمين لأنه هو تميزه كمان ناحية اليمين وعندك ناحية الشمال يعني أنا بختلف بردك معا أنه هو بيفكر أنه هو بلعب عبدالله سعيد عبدالله سعيد مش هيعرف يعمل لك تمانية يعمل لك المتيار ده بقى أنه هو يخش تمنتاشر المفرين المنافس ويجي على تمنتاشر مستوى تغير شوية في الفترة الأخيرة عبدالله سعيد لا يعني هو يمكن بدنيا أقلب كتير جدا أنت بتكلم يا كريم الحقيقة في عشان كده أنا كنت بتكلم على موضوع أفشة أنت بتكلم في عبدالله سعيد في 2019 لما كانت البطولة عندنا هنا للأسف شهيدة عبدالله كان بعيد جدا بدنيا فما بقى لك أنت بتكلم النهاردة في 22 في مشكلة لكن عندك بقى العيبة تانية تبقى بديلة عندك ممكن لو أني استخدمته استخدمته كناحة مثلا الشمال لو إمام عشور لو استخدمته ناحة الشمال الحقيقة العناصر دي فيه حيوية وفيه أن هما يقدر يدو لك الحقيقة التسعين ديئة بشكل قوي جدا التحامات وكميات جاري وسرعات عندك محمد صلاح طبعا نجمينا ونجمي العالم حاليا دلوقتي ناحة اليمين وعندك طبعا مرموش ناحة الشمال أنا أنا في رأيي أنه هو ما يستخدمش محمد شريف جناح لأنه لو استخدم كل ما يستخدم محمد شريف أفقده هيفقده كتير من طبعا أنا في رأيي أنت عاوز تلاعب محمد شريف تلاعبه رأس حربة مش هتلاعب رأس حربة بيخليه معاك يبقى بديل لو وأنت عاوز مثلا تشغل آخر نص ساعة أو عاوز تستخدمه في شغط التاني من أوله مكان مصطفى محمد أعطاك ده التشكيلة اللي ممكن نقد بيها على ذكر أن طبعا في النقطة دي تكلمنا فيها كتير في اللقاء النهاردة وعلى مدار يمكن الأسبوع اللي فاتت الحقيقة فكرة تاني فكرة أنه هو خلانا نشوف لعيبة متميزة جدا في مراكز معانا وهو بيستخدمه في مراكز تانية خالص مما يفقدهم الكثير من قوتهم طبعا أنا هسألك سؤال نميز حبيتي اه 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 انا قاعد مع كابتن رمضان السيد وتفضل يا كريم انا كما يتفضل يا كريم هو أكل هادك عليه ده هو أنا سقوله يعني ايه وكأنني هفلت عن حالة في الكلام فاسمحني لو لا بصورت كلام فارغ بس هذا الكرام الفارغ يصده في تفكير من كتر الهنا شايفينه وشاعة عجيبا لما تكون اللعيبة كل واحد محطوط في مركز تاني غير مركزه لفترات طويلة ومن خلال مبارايات كتير واللعيبة دي بيشوفوا بعض هل فيه اي فرصة ان هم ينتفضوا على هذا الوضع جوه الملعب جوه المباراة كل واحد فيهم هو واقف مكان مش مكانه ومش عارف يقدي الاداء المعتاد بتاعه هل فيه مساحة ان اللعيبة تنتفض داخليا جوه ارضية الملعب عشان يحققوا انتصار ما ولا ده مش وارد المدير الفني كلامه يمشي مهما كان مش منطقي لا هو بص ان اقولك حاجة انت هنقسها مثلا على ايه يا كريم هنقسها لمحمد شريف بقولك افضل مهاجف مصر الموسمين اللي فاتوا والموسم اللي فات هو هدف الدوري 22 هدف وفي نفس الوقت انت لما جيت غيرت له توظيف بتاعه وعملته جناح محمد شريف نزل مثلا من 9 من 10 لروح الاربعة من 10 يعني انا لا امكانياتي هقدر ب liquor yeah on ma lady يعني اطيبا لا 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 لعيبني في مركزي ورسيبني انا كلايب كورة منفروض ان انت توظفني في مركزي وبعدين حسبني لكن انت بالوقت اللعيبة اللي بتلعب فغير مركزها اصلا متدرجيت�� حسبها لانت كمدير فني ولا كجمهور والجمهور كمان جمهور واعي عندنا الجمهور المصر الحقيقة طبعا يعني أنا بقولك فيه لعيبة المفروض ان انت تاخد منها تسعة من عشرة او تمانية من عشرة انت بتاخد منها تلاتة بتاخد منها اربعة من عشرة بسبب التوظيف يعني اللي بعيد خالص العجيب اللي هو يعني هو ما عرفش هو يعني التعاقد معايا لما جي تكلم معايا ليه هو بيتكلم على مصر كده يعني انت لجنة استعلاء كده اه فيه استعلاء وفيه كبر وفيه استخفاف بينا كمان يعني انت ايه بالجهاز المعاون اللي معاك انا في رأيي ان ما فيش ابدا يعني انا قلت قبل كده ان المفروض الجهاز المعاون طرح ما فيش ان هو متعاونش معاهم لا انا اروح اقدم استقالة وحطه هو بقى في حرج لكن انت النهاردة انا بيجي اقولك مثلا لا ده محمد شريف مايلعبش هنا ده افشة مايلعبش في المكان دوت في المركز دوت الحاجات دي كلها لا يعني الحاجات دي كلها قللت يعني يعني محمد شريف الموسم ده غير الموسم اللي فات وحطي تقولك اللي انت بتقوله ده كنت انا مبتسم لان احنا عندنا حساسية شديدة تجاه الاستقالات عموما انا 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 كلمك عموما يعني فكرة ان حد من باب تحمل المسئولية يقدم استقالته ما بتحصلش عندنا كتير والله يا كريم انا انا في موقف زي كده انا لو محطوط مكان دي ومحطوط مكان محمد شوي ومحطوط مكان عصام الحضري لازم عشان تعرف ايه هو الرجل ده وكمان اقوله ايه كل اسم منهم ليه تاريخ برده يعني تاريخ وخبرة ومسكو منتخب مصر قبل كده ويعني عصام الحضري يمكن جديد على المركز ولكن دي اشتغل ومحمد شوي كان مع متخب اولمبي لا انا بس الاستقالة ليه عشان اقوله لا يا عم انت فوق فوق لان احنا برضك مفروض عندنا خبراتنا ولازم تتعاملنا معاملة ما فيهاش الكبر ده ما فيهاش التعالي لا احنا عبر منتخبنا منا كنت اه طبعا يعني حيتقالوا ما معناه كده اه طبعا يعني انت لما تيجي بقى تقسها كمان كوطنية وكمنتخب مصر لا انا انا عاوز منتخب مصر نحصد بطولة لكن اللي هو ماشي حاليا دلوقتي لا صعب طيب خلينا نروح بقى نرجع نكمل كلامنا مرة تانية عن النادي الاهلي وان شاء الله يوم الخميس الجاي فيه لقاء امام الجونة في رابطة الاندية فكرك غياب لعيبة اساسية عن هذا اللقاء هيبقالوا فرق كبير ولا احنا جاهزين برضو لا هو يمكن بس اللي ممكن يعطلنا شوية الاربعة لعيبة اللي جاء لهم كورونا الحقيقة ونتمنى من ربنا ان يوم على يوم الخميس ان شاء الله بإذن الله يبقوا اللعبة دي كلها خلاص شفت ويخشوا جوة الفرقة اعتقد ان احنا عكس ما بنتكلم على منتخب مصر او عكس ما بنتكلم على بطولة العالم الاندية ان انت بتخسر عشرة عشرة من الاتمي الاساسي لكن احنا هنا لا بالعكس فيه لعيبة هتثبت وجودها وفيه لعيبة عوزة بستني الفرصة الحقيقة وعندنا نجوم كبار جدا وعندنا لعيبة كبيرة جدا يقدروا يثبت وجودهم في المسابقة اللي احنا بنتكلم عنها يعني جملة الشهيرة بتاعت الاهلي بما نحضر متحققه كده كده ان شاء الله متحققه في كاسر ربط لكن عشان تيجي تقولي بمنتهى الامانة المديد تتحقق في كاسر العالم الاندية لا هقولك صعب يعني احنا اللحظة اللي مستنينها بقنا كثير والبطولة اللي احنا عديد متعشبين فيها ومجرد مشاركتنا فيها شرف كبير يحصل معنا كده للأسف الشديد دي انا بقولك يا كريم اول مرة في تاريخ الكورة من ساعة ما انشأت الحقيقة ان تلاقي فيه عدم تنسيق ما بين تحاد دولي والتحاد الافريكي ازاي يعني ده الفكر ده ازاي طب ده يخلي مين الاقرب للوصول للمباراة النهائية في كاسر العالم الاندية في رأي حضرتك يعني هو يعني تعالى الحيض مصري كده بس طبعا خلاص هتروح لتشيلسي تشيلسي تيم كو جدا يعني تشيلسي طبعا هو الاقرب للنفوز بالبطولة طبعا طبعا تشيلسي الحقيقة احنا متابعين الدوري الانجليزي لا ده يمتلكه كمان هو دوري الابطال المسلم اللي فات وحاجة طبعا عندهم طبعا لعيبة على مستوى عالي جدا 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 يعني يمكن احنا زي ما قلتلك صعب هتبقى المباراة الاولانية بالنسبة لنا صعبة جدا بطولة العالم الاندية عشان انت بتفتقد عشرة لعيبة عشرة لعيبة مش عشرة لعيبة ايه يعني فيه مثلا اربعة ده العشرة جوا الحداشر يعني عشرة جوا الحداشر دي اللي هتبقى مصعبة الامر علينا طبعا عندنا في منظومة صناعة البطل يعني صناعة الابطال كروية ليه ما عندناش خمسة وثلاثين محمد صلاح واربعة وثمانين تريزي جي ليه ما عندناش كده والله احنا عندنا الحقيقة لعيبة كتير ممكن تروح للسكة يمكن محمد صلاح الحقيقة يا كريم اتساءل في احد اللقاءاته الحقيقة قال على بعض اللعيبة بس اهم حاجة اللعيب يشتغل على نفسه يعني محمد صلاح ما بقاش محمد صلاح اللي احنا كل العالم بيقول عليه انه هو افضل اللعيب في العالم حاليا دلوقتي الا لأ دراجة ده اشتغل على نفسه بشكل كبير جدا ما بقاش حد يوصل للمكانة دي حتى كريسيانو ورونالدو وميسي طبعا يعني كل اللعيبة الكبار بيشتغلوا على نفسه طبعا احنا هقولك حاجة محمد صلاح الموسم ده بيعمل حاجات ما كادش عنده يعني الحاجات المروغات اللي هي في مساحات ديقة اللي واحد اتنين تلاتة ويعمل سبعة ويعمل تمانية ومش عارف ايه الحاجات دي ما كادش عنده اشتغل على نفسه فيه مدرب جايله راح له هناك عشان يزوده في الحتة دي النادي جايب له مدرب عشان يزوده في الحتة المهارة اللي هي اللي في المساحات الدقيقة دي بقى صناعة النجم طبعا طبعا هي العملية مسهلة بس اهم حاجة الطموح واننا اشتغل على نفسي كنجم احنا يعني عندنا نجوم الحقيقة نجوم كبار جدا جدا لو اشتغلت على نفسيها ممكن يروح للمكانة محمد صلاح بشكل سهل على كل الاحوال نرجع مرة تانية نقول ربنا يكرمنا ويسطرها علينا افتداء من النهاردة ان شاء الله الساعة ستة كلنا بنتمنى ان احنا ان شاء الله نتابع مباراة قوية الاداء فيها يكون مرضي والنتيجة فيها تكون يعني مرضية هي كمان يا رب دا يحصل ان شاء الله كلنا حياة بنتمنى كريم ان احنا ربنا وفقنا النهاردة ونعمل بداية قوية ونعمل بداية الحقيقة يعني نقول للناس احنا تي مصر موجود وتساعدنا ان انا نقل بالصفحة اللي فاتت لان الصفحة اللي فاتت اللي فيها ما يشرش الحقيقة مزعجة يا رب خير ان شاء الله خذكنا ورطنا ربنا خرجك كريم راعتنا كالعادة بموت حضرتك معنا ونشوفك على خير بإذن الله شكرا يا كريم واكيد كل شكر حضراتكم على حسن متابعاتكم لحلقتنا النهاردة بكرة بإذن الرحمن يتجدد اللقاءنا بكم وحلقة جديدة وعشر صبح في الاهلي صباح الفل عليكم